مرحبا بكم في صف الرسم للأمهات موضوع اليوم هو الصور أي صنع الفن قام بتدريس هذا الفصل كيم جونج سام مدرس الفنون في مدرسة الرؤية السانوية في كوريا لقد أحببت فصله كثيرا لدرجة أنني أردت أن أفعله معك لذلك قمت بأعداد فصله اليوم ما هي بعض خصائص الصور؟ أولا لديها القابلية للتسجيل والتاريخية يشير هذا إلى إعادة إنتاج موضوع في الواقع كصورة واقعية وموضوعية إعادة الإنتاج تعني التعبير عن الشيء كما هو هذه الصور هي مثال واحد يمكننا أن نقول إنها صورة قديمة جدا لأنها بالأبيض والأسود هذه الصورة لها ألوان ولكن بالنظر إلى الزي المدرسي القديم يمكننا أن نقول إنها صورة قديمة أيضا يمكنك تذكر شيئا ما بعد وقت طويل إذا التقطت صورة له لذا من المفيد تسجيلها السما الثانية هي القابلية للتكرار التكرار يعني عمل نسخ عديدة من شيء ما هذه الموناليزا ليوناردو دافينشي المشهورة جدا حول العالم هل رأيته؟ في البداية كانت هناك نسخة واحدة وحيدة من هذه اللوحة ولكن عندما اشتهرت بدأ صنع نسخ طبق الأصل لا تعد ولا تحصى إذا التقطت صورة لشيء ما فيمكنك عمل مئات النسخ الخاصية الثالثة هي AL Photo ما معناها؟ تعني الزكاء الاصطناعي مع تقدم التكنولوجيا في المجتمع الحديث فقد وصلت الآن إلى النقطة التي يشعر فيها الناس بعدم الراحة في العيش بدون الزكاء الاصطناعي مترجم جوجل الذي استخدمه للتواصل معك هو أيضا من الزكاء الاصطناعي توجد هنا صورة زكاء اصطناعي مما يعني أنها ليست أشخاصا حقيقيين ولكنها صور مزيفة أي واحد تعتقد أنه في الواقع لا؟ أعرف الجواب أيضا هذا هو مدى واقعية أننا لا نستطيع التمييز بين الحقيقي والمزيف لذلك نظرنا إلى ثلاثة خصائص للصور دعنا نلقي نظرة على ميزة أخرى مسيرة للاهتمام للصور هذه الصورة من المصور الكوري ميونغ هولي للوهلة الأولى يبدو كأنه منظر طبيعي عادي لكن انظر عن كسب هل يمكنك أن ترى الفرق عن المناظر الطبيعية العادية؟ تبدو طبيعية ولكنها غير مألوفة في نفس الوقت أليس كذلك أنت محق في شعوري بهذه الطريقة هذا هو بالضبط ما قصده المصور نظر إلى المناظر الطبيعية اليومية العادية من جديد كان يعتقد أن الحياة اليومية والأشياء العادية يمكن أن تتحول إلى فن ليس فقط فكرة معظم الفنانين وأنا أتفق أيضا الفن ليس شيئا يجب أن يجده الناس صعبا لأنه خاص وغير عادي وليس عليه حواجز عالية في الواقع كل ما نعيشه هو فن إنه فقط أن هناك اختلافا في الطريقة طريقة النظر إليه ووجهة النظر والعقل أمل أن تحصل على تجربة وفهم ما يعنيه ذلك من خلال هذا الفصل الآن سيكون لدينا فصل للتصوير نحول الحياة اليومية العادية إلى فن تماما مثل أعمال التصوير الفوتوغرافي لي ميونغ هو ماذا حولك؟ التقد صورة هذه صورة لطلاب مدرسة فيجين هاي سكول وهم يلتقطون صورا فوتوغرافية هذه مجموعة من صور الطلاب لا يمكنني التكبير وعرض الصورة واحدة تلو الأخرى لكن الصور متنوعة حقا أليس كذلك؟ إذا نظرت إليها يمكنك أن ترى أن كل شيء يمكن رؤيته بسهولة في حياتنا اليومية وبعد التقاط صورة قم بتسميتها العنوان هو ما يعبر بشكل ضمني عن قصة الصورة لذلك يمكن اعتبار العنوان جزءا من الفن التقط هذا الطالب صورة لسيارة وأطلق عليها اسم شكل الشكل وأطلق طالب آخر على صورته اسم ابحث عن صورة أخرى ربما قام بتسميتها بهذه الطريقة للسماح للمشاهدين برصد بعض الاختلاف لأن بتلات الظهور تبدو متشابهة جدا وأطلق عليه طالب آخر لقب وجه زبابة ربما لأنها تشبه عيون الزبابة أليس هذا ممتعا جدا؟ قال ليم جونكسام الاكتشاف يدور حول النظر إلى الشيء نفسه ولكن الخروج بفكرة لم يفكر بها أحد من قبل قد يبدو هذا الطالب وكأنه يلتقط صور لأرضية لا قيمة لها لكنه قد يكتشف وقد يكشف ويدرك شيئا جديدا لم يفكر فيه أحد من قبل دعونا نلخص الأشياء المهمة لهذا اليوم أولا منظور مختلف لرؤية الطبيعة المألوفة والأشياء العادية ثانيا الحساسية لتحويل الشيء الصغير إلى صورة خاصة ثالثا التركيز على تنمية الحياة اليومية وحياة الفرد كفن تذكر أن هذه مهمة ويمكن أن تتطور هذه السمات عندما نلاحظ بنشاط ما يحيط بنا كان هذا تفسيرا طويلا أليس كذلك الآن لدينا وقت التدريب الفعلي إنه بسيط جدا الخطوة الأولى قم بعمل إطار الخطوة الثانية التقد صورة الخطوة الثالثة عنوانها سهل جدا أليس كذلك؟ إنه سهل لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك التقاط صورة لأي شيء تجده عليك أن تفكر في الأمر أولا حسنا سنختتم فصل اليوم ابتداء من هذا الأسبوع سيكون لديك دروس في المنزل مع أطفالك يجب عليك إرسال الأعمال الفنية لأطفالك كل أسبوع عن طريق التليجرام يرجى تقديم الصورة مع العنوان أنشر صورة العمل الفني متضمنا العنوان وإسم الطفل يرجى تقديمه حتى اليوم السابق للحصة ثم يمكنني التحقق منها والحصول على الفصل التالي أثناء إجراء الفصل إذا كان لديك أو لدى أطفالك أي سؤال فلا تتردد في طرحه على التليجرام في أي وقت نتطلع إلى الفصل التالي وسنتوقف هنا لهذا اليوم شكرا جزيلا